الفيلم المصري الذي يحمل اسم بعد الموقع للمخرج يسري نصر الله يشارك بقوة في مهرجان كان سينمائي ليعتبر الفيلم الأول الذي يشارك في هذا المهرجان بعد ثورة المصرية التي أطاحت بحسن مبارك ويركز الفيلم الجديد على البشر وكيف يواجهون الأحداث الكبيرة ويعرض الذين لا يرغبون في أن يسحقهم التاريخ حسب المخرج نصر الله ويتضمن الفيلم لقطات أصلية للأحداث التي وقعت في ميدان التحرير وسط القاهرة وتدور أحداث الفيلم حول رجل يحاول استعادة كرامته ونساء يحاول العثور على مكان في المجتمع الذي تغير يريد تطهير التحرير إيش قرية قرامة إيش قرية قرامة إيش قرية قرامة إيش قرية 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 شكرا